ترجمة نانسي قنقر من يونيو المقبل ويستثنى من ذلك الحضور للامتحانات الدولية أما بالنسبة لحضور منتسبي هذه القطاعات التعليمية فقد وجهت الوزارة إلى الالتزام بسياسة العمل من المنزل السارية على كافة الجهات الحكومية بنسبة 70% وإلى أعداد الجداول اللازمة لتنفيذ هذه السياسة خلال الفترة المقررة وإبلاغ الموظفين بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر